ما عردته لكم من آيات الكتاب الكريم في الحلقة الماضية وفي هذه الحلقة في هذه الجولة السريعة بين سور القرآن وآياته رسم لكم صورة واضحة تصرح بنحو أكيد عن العلاقة الوثيقة والارتباط الشديد الأكيد فيما بين التشريع والتكوين القرآن من أوله إلى آخره يتحدث عن هذه الحقيقة ولكن من حيثيات مختلفة وقد جئتكم بالأدلة والأمثلة والشواهد فيما ذكرته لكم من آيات كريمة وما ذكرته من روايات وأحاديث ترتبط بتفسير تلك الآيات ومر علينا أيضا ما قالته الزهراء صلوات الله عليها في خطبتها مع نساء المدينة وهي تحدث النساء عن أن الأمة لو أنها أعطت الأمر لعلي لكان الذي كان وكان حديثها واضحا يشير إلى الترابط الأكيد فيما بين التشريع والتكوين وقرأت عليكم أيضا ما جاء في خطبة سلمان بعد واقعة سقيفة بني ساعدة أتحدث عن سلمان المحمدي وكان حديثه وحديثه هو حديث محمد وآل محمد صلوات الله عليه كان حديثه أيضا في المضمار نفسه عن الترابط الأكيد فيما بين حقائق التشريع وحقائق التكوين هذا الأمر واضح والروايات كثيرة ووفيرة التي تتحدث عن هذه الحقيقة والأمر هو هو في الأدعية في الزيارات أأخذ دعاء كميل على سبيل المثال ماذا نقرأ في دعاء كميل بن زياد الذي علمه إياه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هكذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصم الذنوب فساد تشريعي وهدك العصم أمر تكويني العصم جمع لعصمة والعصمة حالة تكوينية عند الإنسان قد تتولد بسبب الالتزام الشرعي الصحيح لكنها ستكون حالة تكوينية عند الإنسان أضرب لكم مثالا حينما يتنفر الإنسان مثلا من شرب البول ومن شرب الخمر قد يكون الأمر في بدايته شرعيا لكنه بعد ذلك يتحول إلى حالة تكوينية عند الإنسان والعصم منها عصم ترتبط بالجانب المادي ومنها عصم ترتبط بالجانب المعنوي اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام الذنوب فساد تشريعي أما النقم آثار تكوينية اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام مثل ما مر علينا في الآيات تارة آيات تأتينا بصيغة قانون وأخرى آيات تضرب لنا أمثلة حدثت على أرض الواقع في الأمم السالفة وحتى في هذه الأمة مثل ما تحدثت الزهراء مع نساء المدينة ومثل ما تحدث سلمان مع أهل المدينة أيضا في خطبته التي قرأت ما قرأت منها عليكم اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلأ الذنوب التي تحبس الدعاء ومنها ما هو بأثر تكويني ومنها ما هو بأثر تشريعي حينما نأكل الحرام وتمتلئ بطوننا من الطعام الحرام ويشتد لحمنا وعظمنا ودمنا يتكون من ذلك الطعام الحرام هذه قضية تكوينية من شأها فساد تشريعي لم نبالي بأكل الحرام ماذا يترتب على هذا أن يحبس الدعاء هذه المطالب التي تحدث عنها دعاء كوميل بحاجة إلى شرح وبيان وبسط في القول المقام لا يسع لذلك اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء منها ما يترتب عليه أثر تكويني ومنها ما يترتب عليه أثر تشريعي اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء البلاء منه ما هو تكويني صرف ومنه ما هو تشريعي لكنه يأتي بأسباب تكوينية عبر الأسباب التكوينية اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء إذا أردنا أن نستمر مع الأدعية فإن أنواع الذنوب كثيرة وكثيرة جدا وكل أنواع الذنوب هي فساد تشريعي لكنها تترتب عليها آثار تكوينية هائلة منظومة الأدعية من أولها إلى آخرها تتحدث عن هذه الحقيقة عن حقيقة الترابط فيما بين التشريع والتكوين مثلما تتحدث الآيات تتحدث الأدعية والمناجيات والزيارات كذلك هذا الموضوع موضوع أساسي لو أن مراجع النجفي يبنون فكرهم على هذه القاعدة لتغير فهم الدين عندهم بالكامل لكنهم لا يفقهون ماذا نصنع لهؤلاء الأغبياء تفاصيل الدين بكلها حينما تحدثنا الروايات عن الصدقة عن الصدقات الصدقة الاعتقاد بها دفعها تنفيذها أمور شرعية دينية عقائدية لكن الآثار التي تترتب عليها تكوينية الصدقة في السفر مثلا تدفع خطرا تكوينية الصدقة مثلا تدفع مرضا أو تؤدي إلى الشفاء من مرض الشفاء من مرض أمر تكويني الصدقة تدفع البلاء البلاء أمر تكويني أليس الروايات تخبرنا من أن الصدقة تدفع سبعين نوعا من أنواع البلاء هذه الأنواع التي تتحدث عنها الروايات تكوينية البلاء تكويني حتى إذا كان هناك بلاء تشريعي فإنه في هذا السياق يأتي عبر التكوين عبر الأسباب التكوينية صلة الرحم قطيعة الرحم هذه أمور تأتي في السياق الشرعي قد يكون تفعيلها فيه جنبة تكوينية تكوينية من قبل من قبل العبد لكن ماذا يترتب على ذلك يترتب على ذلك آثار تكوينية طول العمر مثلا طول العمر ما هو بأمر تشريعي أمر تكويني دفع الأضرار عن الإنسان بسبب صلة الرحم سعة الرزق بسبب صلة الرحم هذه أمور تكوينية وفي قطيعة الرحم ما يعاكس الذي في صلة الرحم أن يقطع الرزق أن يجفف رزقه أن يقصم عمره أن وأن وأن هذه آثار تكوينية الظلم ظلم الحاكم الظالم يؤدي إلى الغلاء إلى ارتفاع الأسعار إلى رفع البركة من التجارة ومن الثمار والمزرعات إلى رفع البركة من الزمان والمكان الزنا كثرة الزنا تؤدي إلى كثرة الزلازل الروايات أخبرتنا بذلك أنا أحدثكم بالمنطق الغيبي المنطق الأكاديمي شيء آخر أنا أحترمه وهو منطق حقيقي لكن المنطق الأكاديمي له مساحته المنطق الغيبي له مساحته أيضا له خصائصه وحيثياته إذا ما شاع الزنا كثرة الزلازل هذا على مستوى الأمة على مستوى المجتمع وعلى مستوى الأفراد إذا ما أدمن شخص الزنا فإنه سيفقد الغيرة وسيفقد ماء وجهه وسيسلب منه الحياء هذه أمور تكوينية ما هي بأمور شرعية الغيرة حالة تكوينية حالة نفسية الحالات النفسية حالات تكوينية ما هي بحالات شرعية قد ترتبط بالمنظومة الشرعية قد تؤثر عليها الأحكام الشرعية لكنها في النهاية أمور تكوينية فهذا الذي يدمن الزنا ستسلب منه الغيرة سيسلب منه الحياء سيسلب منه ماء وجهه بينما هذا الذي يكون عفيفا بعيدا عن الزنا سيكون غيورا وحين وحينما يكون غيرا ستكون غيرته على عرضه وعرض غيره جزاء له سيحفظ له عرضه الروايات وهكذا تقول ما أنا الذي الذي أقول ولذا عندنا في الأحاديث قاعدة علوية ما زنا غيور قط الغيور لا يزني إذا زنا ذهبت غيرته إذا كان غيورا سيكون غيورا على عرضه وعرض غيره إذا كان كذلك يحفظ عرضه أما الزاني ستسلب منه الغير لن يكون غيورا على عرضه ولا على عرض غيره ومن هنا فإن عرضه لن يحفظ له هذه أمور تكوينية أنا لا أقول أن كل زان سيكون عرضه ليس محفوظا أبدا وإنما سيكون فاقدا للغيرة وحينما سيكون فاقدا للغيرة يترتب على ذلك أثر تكويني من جملة تلك الأثار أن تتهيأ الأسباب تكوينيا وحينئذ تؤدي تلك الأسباب في كثير من الحالات إلى ضياع عرضه المنظومة التشريعية التشريعية التكوينية منظومة واسعة في جانب الأخلاق وفي جانب الأحكام الشرعية في العبادات وفي المعاملات وفي فهم واقع ما يجري على الأرض ما يجري في هذا العالم وفي الجانب العقائدي إذا أردنا أن ندرس عقائدنا أتحدث عن الرجعة والشفاعة والغيبة والظهور وانتظار إمامنا فإننا سندركها بالنحو الذي يريده أئمتنا مشكلة مراجع النجف لا يدركون هذا الفق الفقه الذي عندهم فقه خرائي فقه ناصبي قذر لا أتحدث عن الفتاوى الفقه هو علم الدين علم الكتاب وعلم حديث العترة هذا هو الفقه في مصطلح أهل البيت الفقه هذا الذي يسمى بالفقه الذي يدرس في حوزة النشف هذا ما هو بفقه أهل البيت هذه فتاوى تستنبط وفقا للمنهج الشافعي الفقه هو فقه محمد صلى الله عليه وآله وقد حصره لنا في حديث الثقلين وانتهينا هذا هو الفقه فقه القرآن وحديث العترة وله شيء وراء ذلك مشكلة مراجع النجفي لا علم لهم بهذا الفقه علمهم كما قلت لكم بفقه خرائي نصبي قذر كتبهم دالة على ذلك أحاديثهم دالة على ذلك كل ما عندهم يخالف هذا المنطق الذي أتحدث به أنا هذا ما هو منطقي هذا منطق الكتاب والعترة هذا هو منطق الدين الحقيقي الذي يتناقض بدرجة كاملة مع المنطق الطوسي في حوزة النجف الخرقاء في حوزة السفهة والسفهاء نذهب إلى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادقة جعفر بن محمد عليهم السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولمن جعلت في ذلك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما يبنى الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا إقامة حد إقامة حكم عادل من حاكم عادل أفضل للأرض وخير للأرض من مطر أربعين صباحا هكذا تحدثنا أحاديثهم الشريفة إقامة حد عادل إقامة حكم عادل من حاكم عادل من إمام عادل خير للأرض من مطر أربعين صباحا بينما إقامة حكم ظالم من حاكم ظالم من إمام ظالم يؤدي إلى رفع البركة من المكان والزمان الناس لا تشعر ببركة لا في مكانها ولا في زمانها ويؤدي ذلك إلى القحط البغي يترك الديار بلاقع يترك الديار خرابا إما بموت أهلها إما بحلول بلاء شديد عليهم يفرقهم إما وإما يترك الديار بلاقع يترك الديار خرابا البغي أن أصادر حقوقك ظلما وعدوانا من دون أي سبب قد صدر منك أن أصادر حقوقك ظلما وعدوانا هذا هو البغي هذا يترك الديار بلاقع يترك الديار خرابا والخراب له صور كثيرة إذا أردت أن أتتبع هذه المضامين في أحاديث العترة الطاهرة فإنني سأحتاج إلى حلقات وحلقات وحلقات لأن التفاصيل الدينية بنيت على أساس هذه القاعدة على أساس قاعدة الترابط الأكيد والوثيق ما بين التشريع والتكوين وغريب غريب غريب من أن الثقافة الشعية من أولها إلى آخرها خلية من هذه الحقيقة لماذا؟ لأن الأخبياء في النجف لا يفقهون شيئا من دين محمد وأهل محمد دينهم دين نصبي قذر هذا هو سبب لو أن الثقافة الشعية أسست وفقا لهذه القواعد ووفقا لهذه الحقائق لتغير الكثير والكثير من الواقع الشعي حينما يكون جزءا من الثقافة الشعية أن الدين يرتبط بحياتنا المادية والتكوينية بشكل مباشر ومن أن الأمر الفلاني إذا ما جئنا به يترتب عليه أثر تكويني وحينما يعرف الناس هذا ويبدأون يقرؤون التأريخ بهذه الرؤية ويقرؤون القرآن بهذه الرؤية ويتدبرون في واقع الحياة في الذي يجري عليهم ويجري على غيرهم بهذه الرؤية سيؤدي هذا إلى أن يلجأ إلى إمام زمانهم لأن الأمان والحماية والضمان جاءوك جاءوك مثل ما مر علينا في الآية الرابعة والستين بعد البسملة من سورة النساء وَلَوْ أَلَوْ أَنْفُسَهُمْ من آيات الله العظمى في حوزة الطوسي المشؤومة ما تفعلوا بأجدادنا وآبائنا ولا زالوا يفعلون بنا في ضلالهم وجهلهم وجهالتهم إلى هذه اللحظة أي دين مسخ هذا الذي أنتم عليه يا مراجع النجا أي قذارة هذه التي جئتمونا بها من مزاب للنواصب وتركتم هذا اللباب الصافي من حقائق قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حقائق حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم مثل ما أخذ علينا رسول الله في بيعة الغدير الميثاق هذا علي يفهمكم بعدي من سود الله وجوهكم طيح الله حظكم على هذا اللي سويتوا بنا ولازلتم لازلتم تصرون على ضلالكم هذا نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله في ذاك قال قول الله عز وجل ولنبلو النقن يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراء وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلى أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمراء قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تأويله إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسحون في العلم بعد كل هذه البيانات اتضح لنا هناك تكوين وهناك تشرية وهذه أمور بديهية واتضح لنا أيضا هناك علاقة أكيدة ووثيقة ما بين التشريع والتكوين وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نتصور التشريع بمعزل عن التكوين ولا نستطيع أن نتصور التكوين بمعزل عن التشريع من خلال كل البيانات والحقائق التي تقدمت لا نستطيع أن نتصور التكوين بمعزل عن التشريع وكذلك لا نستطيع أن نتصور التشريع بمعزل عن التكوين ومن خلال ثقافة قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم اتضح عندنا من أن كل تفاصيل الدين ترتبط بالتكوين على مستوى العقائد على مستوى العبادات على مستوى المعاملات على مستوى الأخلاق على مستوى المعارف والثقافة كل جزء من الدين من العقيدة من التشريع يرتبط بالتكوين بحيثية من الحيثيات إلى أي جهة يقودنا يقودنا هذا إلى ضرورة وجود شخص من قبل صاحب التشريع والتكوين فهذا تكوين كامل وهذا تشريع كامل أنا لا أتحدث عن تشريع سقيفة بني ساعدة ولا أتحدث عن تشريع سقيفة بني نجاف أهل بيت العصمة والطهارة لا عن سقيفة النجاسة والقذارة أتحدث عن تشريع أهل بيت العصمة والطهارة لا عن سقيفة النجاسة والقذارة بغض النظر أكان الحديث عن سقيفة بني ساعدة أم كان الحديث عن سقيفة بني طوس كلاهما سواء في النجاسة والقذارة وكلاهما سواء في معادات أهل بيت العصمة والطهارة قطعا كل بحسبه أولئك نواصب سقيفة بني ساعدة وهؤلاء نواصب سقيفة بني طوس لا بد من إمام يكون مشرفا على هذه المنظومة ما بين التشريع والتكوين ولا بد أن يكون ممتعا تلكا لولاية تشريعية وولاية تكوينية مطلقتين وإلا سيكون الأمر ليس منتظما وسيكون ذلك مخالفا للحكمة الكاملة فهذه فهذه العلاقة فيما بين التشريع والتكوين بنحو ضروري تدفعنا للاعتقاد بوجود جهة منصبة من قبل صاحب التكوين والتشريع إنه الإمام ولا بد أن يكون مبسوط اليد في التشريع والتكوين وذل كل شيء لكم كما في الزيارة الجامعة الكبيرة لهذا السبب مراجع النجفي لا يعتقدون بالولاية التشريعية للمعصوم ولا يعتقدون بالولاية التكوينية للمعصوم لأنهم لم يبنوا دينهم على فقه القرآن هذا بنوا دينهم على فقه سقيفة بني ساعد هذا هو سبب لو كانوا بنوا دينهم وبنوا ثقافتهم وأخذوا أصول العقيدة من فقه القرآن وعرفوا أن بديهة من بديهيات القرآن تقول من أن التشريع يرتبط بكله ارتباط مفصليا ذاتيا بالتكوين ومن أن التكوين يرتبط ارتباطا مفصليا ذاتيا بالتشريع لو اعتقدوا بهذا سيقودهم هذا بشكل ضروري إلى الاعتقاد بإمام لا بد أن يكون كاملا في جميع الجهات في كل الجهات التي ترتبط بالتشريع والتكوين وهذا يقتضي أن تكون له الولاية المطلقة تشريعا وتكوينا وهذا هو منطق الزيارة الجامعة الكبيرة القول البليغ الكامل فأين أنتم يا أصحاب العمائم الإبليسية في النجف عن فقه القرآن وفقه العترة أنا أخاطب أبنائي من صغار طلبة حوزة النجف أدركوا أنفسكم خلصوا أنفسكم من هؤلاء الثيران الذين لا يفقهون شيئا من فقه القرآن ومن فقه العترة الطاهرة هذه الحقائق بين أيديكم أنا لا أتحدث في زاوية بشكل سري أنا أتحدث بشكل علني أنا في بث مباشر أمام الكاميرات وعبر الأقمار الصناعية أنا موجود من الآن على شاشات التلفزيون وعلى شبكة العنكبوتية بالصوت والصورة بالصوت فقط بكل ما يمكن أن أظهر فيه إنما أتحدث بهذه الجرأة وبهذه الصراحة لأنني متيقن مما أتحدث به وحينما أصف مراجع النجفي بما أصفهم لأنني متيقن من أنهم أسوأ تريليون مرة من هذه الأوصاف التي أصفهم بها فأدرك أنفسكم يا أبنائي أدرك أنفسكم حينما حينما نقرأ في زيارة الحسين المطلقة الأولى بحسب فهرسة وتبويب مفاتيح الجنان وهي زيارة مروية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ونقلها صاحب المفاتيح عن كتاب الكافي للكلين رضوان الله تعالى عليه حينما نقرأ فيها وبكم تُنبت الأرض أشجارها وبكم هذه الباء باء السببية فيها إشارة إلى الإمامة التشريعية وفيها إشارة إلى الإمامة التكوينية وبكم بكم أنتم بما أنتم أئمة التشريع فأنتم أيضا أئمة التكوين وبكم تُنبت الأرض أشجارها وبكم تُخْرِج الأرض ثمارها وبكم تُنزل السماء قطرها ورزقها وبكم يكشف الله الكرب وبكم الكرب قد يكون تكوينيا وقد يكون تشريعيا وقد يكون تشريعيا بأسباب كونية وبكم يكشف الله الكرب وبكم ينزل الله الغيث بكم بكم فأنتم أئمة التشريع وأئمة التكوين في الوقت نفسه وبالتطابق نفسه وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها على مراسيها إرادة الرب في مقادير أموره في مقادير أموره التكوينية إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد هذا هو التشريع ما بين التكوين والتشريع هؤلاء هم محمد وأهل محمد صلوات الله عليه تفقهون يا مراجع النجا لا أعتقد أنكم تفقهون تفقهون ظاهر كلامي لكنكم لن تستطيع أن تغوصوا في هذه الأعماق العميقة هذا مو أكلكم أنتم تأكلون في مزابل النواصف هذا مو أكلكم هذا هذا مو أكلكم ولا ناسبكم انشغلوا بقذاراتكم أعود إلى الزيارة الشريفة طبقوا المضامين السابقة على هذه الزيارة أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان أتعمد في ذلك كي يكون حجة عليكم فهذا الكتاب موجود في بيوتكم وموجود في جيوبكم في أجهزة الموبايل وبكم وبكم تُنبت الأرض أشجارها بكم بكم هذه الباء باء السببية تشير إلى إمامة التشريع وإمامة التكوين وبالتطابق بالتطابق وبكم وبكم أنتم يا أئمة التشريع أنتم أنتم في الوقت نفسه أئمة التكوين هذه الحقيقة حقيقة الارتباط الوثيق ما بين التشريع والتكوين هي أدل دليل على وجود إمام منصوب من قبله في كل زمان وهي أدل دليل على ولادة الحجة بن الحسن وعلى وجوده أو ذهل الثيران بن نجاف إناخشون في أسانيد روايات الولادة ويضعفونها من عم وداكم طيح الله أعظكم الحقائق واضحة مثل ما أقول دائما الحقائق تحمل قيمتها في نفسها هذا هو المنطق الذاتي الذي حدثتكم عنه سابقا في الحلقات المتقدمة الدين دال بنفسه على نفسه ودال بنفسه على وجود الإمام وعلى أن الإمام كامل وعلى أن الإمام له ولاية تشريعية مطلقة وولاية تكوينية مطلقة وبكم وبكم تنبت الأرض أشجارها وبكم تخرج الأرض ثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها وبكم يكشف الله الكرب وبكم ينزل الله الغيث وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم هذه قضية تكوينية عميقة صرفة تسبيح الكائنات وبكم بكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم هذه إشارة إلى الولاية الكونية وليست التكوينية فقط ما تقدم وبكم تنبت الأرض أشجارها يمكن أن تكون مصداقا للولاية الكونية لكنها بالدرجة الأولى مصداق للولاية التكوينية أما هنا وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها على مراسيها الحديث هنا ليس عن الحقيقة المحمدية الحقيقة عنهم عن أئمتنا في الأرض تحمل أبدانكم وبكم وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها على مراسيها إرادة الرب في مقادير أموره التكوينية تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد المضمون الأول في الجهة التشريعية والمضمون الثاني فيما يترتب على الجهة التشريعية من أحكام العباد من الآثار التكوينية الزيارة عميقة عميقة جدة وهذا المضمون يتكرر بنحو مجمل في الزيارة الجامعة الكبيرة بكم فتح الله بكم فتح الله تشريعا وتكوينا بكم فتح الله كل شيء تشريعا وتكوينا في عالم الغيب وفي عالم الشهادة في العوالم العالية وفي العوالم السافلة في العوالم المادية وفي العوالم المعنوية وفي العوالم البرزخية ما بين المادة والمعنى وفي العوالم النورانية التي تتجاوز كل ذلك ما بعد العرش وما بعد الحجب بكل مراتبها بكم فتح الله بكم هذه الباء أيضا باء السببية إنها تخاطب أئمة التشريع وأئمة التكوين في الوقت نفسه بكم 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 فتح الله وبكم يختم الله وبكم هذه مصاديق وبكم ينزل الغير الجملة بكم فتح الله وبكم يختم الله هي كافية ولكن هذه أمثلة وبكم ينزل الغير وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه هذه ولاية كونية ما هي تكوينية تلاحظون أن نصوص الزيارات تصر على الارتباط بين الولاية التشريعية والتكوينية والكونية وهذا شيء طبيعي إذا ارتبط التشريع بالتكوين فإن التكوين هو فرع من الكون هو أثر من آثار الكون فلابد من ولاية كونية حتى تستقيم الولاية التكوينية ولابد من ولاية تشريعية حتى ينتظم البرنامج حتى يكون البرنامج منتظما بكامله وذل كل شيء لكم ماذا نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم وَأَشْرَقَتْ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ هذا هو الانتظام وَهَذَا هُوَ الْجَمَالُ وَأَشْرَقَتْ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ وَأَشْرَقَتْ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ أعود إلى العبائر التي كنت بصددها بكم فتح الله وبكم يختم الله انتهى الكلام الكلام واضح ولكن هذه مصاديق وبكم ينزل الغيث ولاية تكوينية وبكم يمسك السماء ان تقع على الارض ولاية كونية وبكم يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته هذا الجانب التشريعي عندكم كل شيء هذا الجانب التكويني والجانب الكوني والجانب التشريعي بكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه وبكم ينفس الهم ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته اذا اردت ان ادقق اكثر في هذه العهبائر فانني ساخرج لكم وحق الزهراء كنوز المعارف والمعاني لكن الوقت قد دهمني وهذا هو الذي سيتجلى في العصر القائمي حينما يكون الجانب التشريعي في ابهى صوره سيكون الجانب التكويني في اجمل ما يكون من هنا ستتغير الحياة بالكامل فهمنا الدقيق للمشروع المهدوي يتوقف على فهمنا الدقيق لهذه الحقيقة من ان التشريع يرتبط ارتباطا مفصليا بالتكوين ومن ان التكوين يرتبط ارتباطا مفصليا بالتشريع وهذه صورة من صوري المشروع المهدوي عبر مسار التعظيم لا عبر مسار التقزيم مسار التقزيم اتركه للاقزام الاوباش لا شأن لهم ولا بتقزيمهم ولا بمسارهم الضال هؤلاء مرجئة بترية مقصرة اقزام انهم اصحاب المسار التقزيم صار واضحا لديكم المقصود من هذا العنوان ولو بنحو اجماليا المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم ما تقدمه لكم قناة القمر انه مسار التعظيم ما تقدمه لكم قنوات السستاني وعلى رأسها قناة كربلاء انه مسار التقزيم وهكذا سائر القنوات السستانية وشرازية وسائر القنوات الاخرى التي ترتبط بالمرجعيات الشيعية المختلفة والتي ترتبط بالاحزاب الشيعية القطبية هذا هو واقعنا الشيعي هناك مساران مسار التعظيم لن تجد مسار التعظيم الا عبر هذه القناة لا لانني انا اتحدث فيها لا لان هذه القناة هي القناة التي اخرج من خلالها لان القناة هذه تتبنى منهج العترة الطاهرة عبر قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعبر حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسألكم الدعاء جميعا في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة